موسيقى أهلا بيكو أعزائي المشاهدين سعيدة جدا أني أكون معيكو النهاردة في برنامجكو الدين والحياة النهاردة بنستنى اتصالاتكو واستفساراتكو هنتكلم عن موضوع مهم قوي وهو موضوع الشخصية الانتقادية والانتقاد هو إيه الانتقاد وليه الموضوع ده مهم وليه بنتكلم فيه الموضوع ده أهميته بتيجي من أثاره السلبية لما بيبقى فيه دايما انتقاد لحد قدامنا إحنا ده بنعمل أثار سلبية على شخصيته وعلى إحساسه بنفسه وعلى ثقته بنفسه وعشان كده احنا فكرنا ان احنا نعرض هو ايه الانتقاد وامتى الانتقاد يبقى مفيد وامتى يبقى مدر ايه الفرق بالانتقاد والنقط وامتى تبقى نصيحة مفيدة بيستفيد بها الشخص وبتقدي الى تحسين اداءه وكمان هنترح فكرة الشخصية الانتقادية اللي ممكن تبقى موجودة في حياتنا ممكن يبقى الزوج ممكن تبقى الزوجة ممكن تبقى الام اللي بتأثر على ولادها بشكل سلبي جدا في تربيتهم وعلاقتهم بذاتهم وعلاقتهم بالناس اللي حواليهم نبتدي كلامنا هو ايه النقط يعني ايه النقط فكرة النقط مختلفة تماما عن فكرة الانتقاد فكرة النقط بتيجي من فين بتيجي من ان انا بقول ملاحظة سواء ايجابية او سلبية والملاحظة دي بيبقى بتتقدم بشكل ودود بتتقدم بشكل فيه احساس بان انا عايزة فيد الشخص اللي قدامي وكمان يعني دايما بيبقى عندي اهداف ايجابية وورا اللي انا بقوله للشخص وكمان مهم ان انا بذكر دا وده يعني اذا انا بقيم تصرف فانا بذكر ايه الكويس اللي فيه وايه الوحش اللي فيه والهدف من الناقض ده انه لو فيه حاجة عايز تتعدل يبقى الطرف اللي قدامي هيحاول يعدل ولو التصرف كويس وانا بقول الصفات الحلوة اللي في التصرف ده يبقى الطرف اللي قدامي انا عايزه يستمر في فعل هذا السلوك الجيد داي خلينا نقول طيب اوكي دا النقط اللي هو فيه ممكن اتكلم على حاجة سلبية وممكن اتكلم على حاجة ايجابية بس زي ما قلنا بشكل ودود والهدف منه المصلحة او تعديل السلوك نيجي للانتقاد الانتقاد بيبقى بس للاشياء السلبية وبيبقى كل تركيز الشخص انه يوري انه انت غلطان والمشكلة في الانتقاد انه احيانا كتيرا بيقى فيه شيء من التجريح وبيقى فيه شيء من استياد الخطأ الشخصي يعني حد بيقيم الشخص مش بيقيم السلوك انت غلطان انت وحش انت بتعمل حاجات غلط ده لما بكلم على السلوك لكن دايما اللي بينطاقت بيتكلم على الشخص نفسه ايه اللي انت بتعمله ده انت مقرف انت مفيش فيك فايدة امهات كتير تقول لولادها كده انت مفيش فيك فايدة انت مش نافع انت كده بتقيمي الشخص نفسه ما بتقيميش سلوكه طيب ده التعريف فعايزين دايما نعود نفسينا نكون لتكلم على حاجة نعرفها هي ايه فاحنا كده اتكلمنا على النقد تعريفه ايه والانتقاد تعريفه ايه طيب عشان انا اجي لحد عندي تعليق على تصرفه او عندي رؤية عايزة احسن من ادائه خلينا نقول انا مدير في مكان والموظفين اللي بيشتغلوا معايا عايز اعدلهم من سلوكهم طيب ايه اللي قدر اعمله ازاي اقدم النقد بشكل يكون بناء ويكون فيه فايدة للناس اللي بتسمعني فيه شروط للنقد اذا عايز انقد نمرة واحد لازم اهتم باسلوبي في النقد يعني الكلام اللي هيخرج مني اهتم بشكل شديد جدا انا هقول ايه وهقوله ازاي فيه طريقة لطيفة اوي احب ان الناس كلها تتعلمها اذا انا عايز اقدم نقد الحد في تصرف ما فيه حاجة بنقول عليها بنقدم حاجة بنقول عليها فكرة الساندويتش كأني بقدم طبقة من العيش وطبقة من المادة الداخلية سواء اي مكون من مكونات الساندويتش وبعدين الطبقة التانية بتبقى العيش يعني فيه حاجة فوق وحاجة تحت وحاجة في النص الحاجة في النص دي هي رغب يعني الجزء اللي انا عايز انتقد فيه او انا عايز انقد الشخص فيه مثلا حد مش عاجبني طريقة لبسه مثلا او لابس الوان مش ريق على بعضها عشان اقول كده ما ينفعش اروح اقول له ايه اللي انت لابسه ده كده بقنا انتقاد ما بقناش نقد لو انا عايز اعمل نقد بناء اقول حاجة ايجابية يعني اقول ما شاء الله عليك دايما انت طريقتك في اللابس هيلة او اقول انت النهاردة شكلك مبسوط سعيد شكلك لطيف النهاردة واقول بعد كده الحاجة اللي انا عايز انقد فيها مثلا بس لو كنت لابس مثلا القميز ده كان لونه افتح شوية كان هيبقى شكلك ألطف لان انت دايما معودنا ان انت تبقى شكلك احسن انا ابتديت بكلام كويس وقلت الجملة اللي انا عايز اقولها وبعدين ختمت بكلام برضو كويس ايه الهدف من نظرية الساندويتش دي انه انا ببتدي اخلي اللي قدامي يستقبل الكلام اللي انا هقوله لان انا ابتديت بكلام ايجابي ما شاء الله عليك النهاردة مبتسم ما شاء الله عليك النهاردة عملت شغل كويس او حد بيقدم حلقة اقوله الحلقة كانت هيلة انت كنت رائع بس لو كنت خليت بالك من ان انت توضح شوية المفهوم اللي كنت عايز تقوله كان محتاج كلام اكتر بس حلقتك الحقيقة كلها رائعة ومفيدة يبقى انا ابتديت بالكلام ان الحلقة النهاردة كويسة وبعدين قلت التعليق اللي انا عايز اقوله يخص الحلقة وبعدين ختمت بانه دايما انت بتقدم حلقات مفيدة وكويسة نيجي لحاجة تانية انه انا اتكلمت عن نظرية ساندويتش بعد كده في حاجة مهمة اسمها لغة الجسد يعني لو انا بوجه لحد نقد معين فحاجة عايزة يعدل منها من الحكمة ومن الالطف ان انا اوصل له الكلام ده وانا مبتسم اوصل له الكلام ده وانا مقبل عليه بكلمه وجها لوجه ما بقاش بكلمه وانا باصس في اتجاه تاني لغة جسدي كلها لازم تدل على الاحتواء والود مش احنا في مكان عدائي احنا مش اعداء انا في صفك انا عايزك تبقى احسن ده احاول عمله كله بلغة الجسد ودي مهمة قوي في التواصل بين الناس نيجي لحاجة تالتة اهم واهم تون الصوت فيه فرق شاسع وانا بقول لحد على معلومة بشخط ومتعصب وبقول الكلام ده وانا يعني ارفان منه ومتعصب عليه لكن لو تون صوتي هادي ومتحكم في مشاعري حتى لو النقد ده كان فيه ضرر علي يعني عمل حاجة ازعجتني او بوازتلي حاجة في الشغل حتى لو ده حاصل لازم انا اتحكم في مشاعري علشان اقدر استف يعني اوصله انه ما يكررش ده تاني او اوصله حاجة من المشكلة اللي حصلت طيب يبقى احنا كده اتكلمنا شخص الناقد يقدم الناقد بتاعه ازاي نيجي بقى لحاجة مهمة اوي الشخص الناقد ده لازم كمان يبقى مستعد للطرف اللي قدامه هو هيقابله ازاي وهيقابل انتقاده ده ازاي خلينا نكون واضحين كده من الاول انه النفس البشرية بترفض التعليق او النقط يعني في الغالب اي حد فينا بيبقى صعب عليه قوي انه يحس انه في حد عمال يوجه له لهم او بيعدله على حاجة او بيعدل على سلوكه دي طبيعة بشرية لازم نقبلها ونحترمها عشان كده بنقول دايما لو حد عايز ينقض حاجة لازم يحط ده في خلفية ذهنه ان الطرف اللي قدامك هياخد الكلام ده ازاي وهيستقبله ازاي كل ما كان الشخص عنده ثقة في قدراته بيتمتع بشيء من المرونة والقبول يعني بيقدر يقبل اللي قدامه بيقدر يقبل الكلمات اللي بتوجه له بتوجه له يبقى الشخص ده هيقدر يتقبل النقط بشكل كويس لكن خلينا نقول انه معظم الناس الحقيقة وده بنشوفه كتير في عادتنا عندهم مشكلة كبيرة في التواصل مع الذات في قبول الذات في ثقة بالنفس في احساسهم بكفائتهم وقدرتهم وده يخليهم عرضة لانهم ما يبقوش قادرين يتقبلوا الناقد بشكل جيد طيب نرجع للشخص المنطقد ده او الناقد خلينا نقول صح المفروض نقول الناقد لان المنطقد ده حد بيتكلم على حاجة سلبية طول الوقت لكن الشخص الناقد بيبقى ميال انه يتكلم على السلبي وعلى الايجابي فانصح نفسنا ونقول الشخص الناقد الشخص الناقد ده لازم يكون مستعد الرد فعل الشخص اللي واقع عليه النقد ايه الرد الفعل بتاع الشخص ده رد الفعل بتاع الشخص ده بيمر بمراحل اول مرحلة بنقول عليها مرحلة الصدمة يعني اذا انا جي حد النهاردة وعلق على تصرف من تصرفاتي اول حاجة هتحصل لي هتصدم وهنزعج جدا يعني ليه يعلق علي هو انا وحش للدرجات دي هو ايه الغلط اللي انا عملته ويبتدي جوايا كتير احساس بالصدمة ليه 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 انا حد يكلمني كده طيب المرحلة التانية اللي بتيجي بعد كده هي مرحلة الغضب انه انا ابقى غضبانة ان فلان الفلاني قال لي كذا او زملتي في شغل او رئيسي في شغل قال لي كذا الغضب ده بينعكس اما اني برد بشكل انفعالي على الشخص او بنفي او بحاول ابرر وكل ده بيخليني ابقى واخد شكل عصبي ومنفعل ومندفع وده على فكرة ممكن يبقى له عواقب مش كويسة لو انا مقدرتش اتحكم في الغضب بتاعي ده الحاجة التانية اول حاجة انا ببتدي يبقى عندي الصدمة بعد كده بدخل في حالة الغضب الشديد بعد كده ممكن اوصل لمرحلة ان انا ابقى فيها عمال اخد ودي انت ليه قلت كده على فكرة انا ما كانش قصدي كده وابتدي ابرر تصرفي وابتدي اوصل للي قدامي ان انت غلطان المرحلة الاخيرة ان انا ممكن اوصل لحالة من القبول او خلينا نقول لقبل الاخيرة القبول ان انا ابتديت اقبل انه ممكن يكون انا فعلا عملت حاجة غلط بالذات اذا كان اللي قدامي بيكلمني زي ما قلنا قبل كده بشكل ودود بشكل بناء عايز يوصل لي وانا حسيت انه فعلا عايز مصلحة فانا بقدر اوصل لحتة بتاعت انه اتس اوكي خلاص فعلا انا غلطان المرحلة اللي بعد كده اللي هي طلب المساعدة وفيها بحاول الجأ للشخص اللي بيكلمني ده طب تفتكر اعمل ايه اذا حد قال لي مثلا انه انا مثلا كنت متسرعة وانا بتكلم في الحلقة النهاردة او الكلام كان بسرعة ملحقتش اوضح المعلومة بشكل كويس طيب ممكن زي ما قلنا المراحل بس اوصل لمرحلة انه اوكي قبلت كلامه لان انا فعلا الحقيقة النهاردة يمكن كنت مستعجلة شوي على طول بقوله طب تفتكر اعمل ايه او ازاي اقدر اصلح ده ومن هنا فكرة ان انا بطلب المساعدة من الطرف اللي قدامي انه يساعدني ان انا احسل من السلوك ده طبعا اللي انا بقوله دي مراحل متتابعة والمشكلة انه انها مش لازم تمشي بشكل تخلص المرحلة دي وتيجي اللي بعدها لا احيانا بعض الناس بتتعلق في مرحلة ما تطلعش على اللي بعدها لانه تتابع المراحل دي صورة نطجة من قبول النقط ودي بتحتاج طبعا انه الشخص قد كده يكون ممرن نفسه قد كده يكون هو عنده نطج نفسي عشان يقدر يتقبل النقد بصدر راحب الناس بقى اللي بتتعلق في مرحلة زي حد بيتعلق في مرحلة الغضب مثلا كتير من اللي امهات تيجي تشتكي انه الولد ده بقى عنيد وبيسمعش الكلام ومهما اقول هو بينفز اللي هو عايزه هو كده واصل لمرحلة واقف مرحلة الغضب هو غضبان من انتقادك ليه طول الوقت فلازم تتعلمي ازاي توصلي به انه يمر بالمراحل مرحلة مرحلة الغاية لما يوصل للقبول الصحي للنقد ده بالنسبة لمراحل النقد اللي بيمر بيها الشخص اللي واقع عليه النقد طيب احنا تكلمنا الشخص المنتقد الناقد ازاي يؤدي النقد بتاعه ده بشكل كويس واتكلمنا عن استقباله الشخص اللي بيقع عليه النقد استقباله للنقد وانا لو بنقض حد لازم ابقى فاهم ايه المراحل اللي بيمر بيها طيب نيجي الحتة مهمة بقى هو ليه فيه شخصيات طول الوقت يعني احنا قلنا هنتكلم النهاردة عن النقد والشخصية الانتقادية طيب الشخصية الانتقادية دي كلمة شخصية الاول يعني ايه شخصية لما بتكلم عن حاجة تخص شخصية حد يبقى انا اقصد الصفات او السمات او الطباع بتاعة الشخص ده طبعا تعريف الشخصيات ده ليه تعريفات كتيرة قوي قوي خلينا نبسطه بابسط اشكاله انه دي السمات او الطباع بتاعة الشخص اللي بتبقى ملازمة ليه يعني كتير الناس ما يقولك ده من صغره كده اه من صغره كده لان ده تكوين بيفضل معايا لغاية لما بيكبر خالص وبتبقى بديت بلورة شخصيته طيب بيبقى دي حاجة موجودة طول الوقت ملازمة ليه الحاجة دي بتميزه عن اي حد يعني الشخص ده طيب دي من سمات شخصيته اللي طيب فهو مختلف عن الحوالي بطيبته دي دمه خفيف مختلف عن الحوالي بخفة دمه دي شحن فهو مختلف عن الحوالي بشهمته دي وده بيبقى درجات طبعا كلنا عندنا معظم استفات موجودة فينا كلنا لكن بنسب يعني كلنا فينا جزء من الطيبة كلنا فينا جزء من الشر اه كلنا فينا جزء من الشر ولازم نقبل ده بس الفرق من شخص لشخص انه فيه حد بتبقى بنسبة اقل فيه حد بيشتغل على نفسه وبيعدل من سلوكياته السلبية دي وبيحاول يعدل من الصفات دي اقول حاجة مهمة في الحتة دي ما حدش ابدا يفتكر انه هيصلح حد السمات الشخصية دي ملازمة للشخص لا يمكن تغييرها الا من خلال الشخص نفسه عشان بيجي لنا كتير كتير من قابل حالات بنوتة متقدم لها حد او مخطوبة تقول لك لا لا مش مشكلة هو اصله عصبي بس انا هعدله اصله هو يعني عينه دي بس انا هزبطه ما فيش حاجة اسمها كده محدش بيغير حد يا جماعة ارجوكو لان ده بيعمل مشاكل كتير قوي بالذات على الناس اللي بتاعهم مقبلة على الزواج لانه كل واحد متخيل انه هيغير في شخصية التاني ده مش حقيقي وده مش كلام واقعي وما بيحصلش ابدا على ارض الواقع وبنتصدم لانه دي حاجات من الاول انا مش قابلها لكن بقول انا هقدر اغيرها الحقيقة انا ما بقدرش اغيرها عشان نكون متفقلين لا ممكن تتغير لو الشخص نفسه عايز يغير ولو الشخص نفسه بزل مجهود عشان يحسن ويتطور من نفسه والكلام دقيق يحسن عشان دايما بيبقى فاضل جزء كده حسب قدرتك على ان انت تطور في نفسك الجزء ده بيتصلح طيب نرجع تاني لمفهوم الشخصية قلنا الشخصية دي الصفات والطباع اللي تخص الشخص وبتميزه عن اللي حواليه وموجودة معاه طول الوقت موجودة معاه طول الوقت يعني ايه يعني في كل المواقف يعني معظم المواقف هو دي الصفات العامة بتاعته مش هنلاقيه شوية كده وشوية كده لأ فمعظم المواقف هو كده فده تعريف الشخصية نيجي بقى للانتقادية احنا قلنا عرفنا الانتقاد انه هو حد مصر ومركز طول الوقت انه يقول السلبيات اللي موجودة في الشخص اللي قدامه ودايما بيبقى فيها جزء من التجريح او الاهانة او محاولة اثبات انه انا الاحسن او انا الاقوى او انا الاكثر سيطرة طيب مشكلة الشخصية الانتقادية دي في ايه مشكلة الشخصية الانتقادية دي انه زي ما قلتلكو في الاول ان معظمنا عنده مشكلة في احساسه بزيته وعنده مشكلة في ثقته بنفسه فلما بيواجه بقى بشخصية طول الوقت طول الوقت بتتعلق وبتنتقد وبترفض كل السلوك هو بيعمله وبتتعامل معه دايما انه هو محتاج تعديل ومحتاج سيطرة خارجية فمن هنا بتيجي المشكلة انه الشخص اللي معرض للانتقاد ده مع شوية من قلة الثقة ده يتسبب في انه يدخل في مشاكل نفسية كتير قوي ويزود عدم ثقته بنفسه ويزود قدرته على التعامل مع الناس نطلع لفاصل بسيط ونرجع تاني نكمل الشخصية الانتقادية وتأثيرها علينا في حياتنا نستنعي اتصالاتكو واستفساراتكو علشان نكمل موضوعنا عن الانتقاد والشخصية الانتقادية اهلا بيكو ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل الصغير عشان نكمل كلامنا عن النقط والشخصية الانتقادية شايفين الفرق النقط اللي احنا منتكلم فيه عن الحاجات الايجابية والسلبية مع بعض بس بشكل كويس ودود وننقل ده للشخص عشان يقدر يحسن من نفسه ده اذا كان ده هدفنا الحقيقي مش هدفنا ان احنا نجرح في الشخص او نقذي مشاعره او نبين له قد ايه هو دون المستوى وهو ده المقصود بالنقط وعشان كده لما قلنا الشخصية الانتقادية قلنا الشخصية الانتقادية مش الناقدة لان الناقدة دي حاجة كويسة لكن الانتقادية دي شخصية مؤزية للي حواليها وعشان نكون كمان عادلين في الكلام هي الحقيقة مؤزية لنفسها برضو لانه الشخص اللي طول الوقت بيتكلم عن السلبيات فهو بينقل بيحط نفسه في حالة من السلبية العامة وبيبقى طول الوقت تركيزه على محاولة ايجاد ما هو مفقود او بيدور عن نواقص او بيدور ايه الصورة مش مكتملة ليه او في ايه الغلط اللي في الموضوع وياريت على كده لو هو بيدور على الغلط علشان بنيات تصحيحه يبقى احنا كده ماشيين صح يبقى احنا دخلنا في فكرة النقط المشكلة انه لا يعنيه التصحيح ولا يعنيه انه يكون بيفيد اللي قدامه هو كل اللي يعنيه انه يخرج الطاقة السلبية اللي موجودة جواه طول الوقت بانه بيفكر بشكل سلبي وعايز ينقل ده على الشخص اللي قدامه انا ليه اعدى اشرح في فكرة الشخصية الانتقادية علشان اذا انا حد في حياتي بالوصف ده ابقى عارفة انه الشخص ده شخص انتقادي وحط ده في خلفية ذهني عشان ابقى عارفة تعامل معي وكل ما بنعرف اكتر عن اي حاجة في الدنيا كل ما بنعرف نتعامل معها بشكل كويس فاذا اذا عرفت اكتر عن الشخصية الانتقادية يبقى اولا هتفهم ولما فهم هرتاح والمشاعر السلبية اللي بتقع موجودة جواه تجاه الشخص ده هتقل شوية والاهم من ده كله ان انا اتعلم مهارات ازاي اتعامل مع الشخصية دي طيب نرجع للشخصية دي قلنا انه طول الوقت بيعلق علينا بشكل سلبي والكارثة ان الشخصية دي لو ام او اب ده بيأثر على الكبار طبعا ما فيش كلام لكن التأثير بيكون اكتر على الاطفال والمراهقين لانه دايما اللي انت بتشوف ولادك عليه او طريقتك في كلامك معهم هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بيتحقق اذا انا طول الوقت بكلم ولادي على ان هم كويسين وان انا بسق فيهم وان هم مفيش مشكلة انت بتكتب كويس بس دي طلعت مش مظبوطة تعالى نعدلها خطك حلوة قوي بس تحاول تعدل اليه او حاول الواو يعني ايا كان اقول صفة كويسة وادخل شوية الحاجة اللي انا عايز اعدلها مش طول الوقت بكلم ابني على انه وحش وعلى انه بيتصرف بشكل وحش طيب عشان كده ده الاطفال وهما طلعين احنا مسئولين عن تكوينهم لشخصيتهم احنا مسئولين عن رؤيتهم لنفسهم زي ما بيشوف ولادي بشكل كويس هما بيشوفوا نفسهم بشكل كويس حاجة مهمة احبوا وتضحق عشان نبقى نبقى فهمين احنا ليه تأثيرنا كبير قوي كده على ولادنا ولادنا هما صغيرين احنا اللي بنأكلهم بنشربهم بنغيرهم بنعملهم كل حاجة احنا محطهم احنا الحائط الداعم ليهم احنا اللي بنسبانهم الطفل بيتعامل مع ابوه امه هو صغير على انهم آليها آليها يعني كل اللي بيقولوه صح وكل اللي بيقولوه مهما هو كان حاسس بعكسه لا اكيد هما اللي صح وعشان كده كلامك مع ابنك رؤيتك لابنك الألفاظ اللي بتقولها له طول الوقت هيا دي اللي بتخلق شخصية الطفل ده عشان كده مهم احنا زي ما حكينا قبل كده احنا ازاي هنتعامل مع حاجة غلط ازاي نعمل نقد بناء لها برضو الاب والام لازم يتعلموا الطريقة دي عشان يتعاملوا بيها مع ولاده نرجع تاني للشخصية الانتقادية اتقال على الشخصية الانتقادية دي ان من كتر ما هو عنده احساس بالناس او من كتر ما هو عنده حاجات كتير عايز صلحها في نفسه فبيعكس ده على كل اللي حواليه جزء منها اشمعنا انا عندي مشكلة لانتو كمان لازم يبقى عندكم مشكلة جزء منها انه ممكن يكون هو شخصيا اتعرض على من بداية طفولته لانتقاد طول الوقت من اهله من مدرسينه من اصحابه فبيتصرف على انه زي ما يكون بينتقم من العالم كله حتى لو العالم ده يشمل ولاده حتى لو العالم ده يشمل يشمل مراته فهو اقرب الناس ليه اقصد يعني اقصد ان ده ملوش علاقة هو بيحب الناس دي ولا لأ هو ممكن يكون بيحبهم جدا لكن بيمارس عليهم الانتقاد من غير ما يبقى مدرك انه ده قد ايه مؤذي لهم مهم نخلي بالنا من النقطة دي عشان ما نتعاملش مع اي حد بيمارس علينا الانتقاد انه بيكرهنا وده يعمل عداء شديد بيننا لا احنا لازم نتفهمه ونتفهم ما وراء ده علشان نقدر نقبله دايما بقول وهفضل اقول انه القبول يا جماع فكرة القبول تقبل الشخص اي مكان حلو ووحش نقبله الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده مش حد في الدنيا حلو مية في المية مش حد في الدنيا وحش مية في المية علشان كده فكرة القبول لو انا عندي شخصية انتقادية في حياتي الاول اقبل الشخصية دي وابتدي اراجع دوافعها يعني ايه الدافع اللي خليها يعمل كده ايه هدفه من انه طول الوقت بيكلمني بالشكل السلبي ده جزء من ده قلنا مشاكله هو الشخصية وبنقول عليها عقد النقص اللي جواه يعني اتعرض لأي حاجة وهو صغير اتعرض لضغوط على مدى حياته وبيعكس ده بشكل انتقامي طيب الشخصية دي بتتلزز بنزعاجك او بنزعاجك يعني لما يفضل طول الوقت يكلمني بشكل سلبي وانا انفعل وامر بالمراحل اللي قلتلكو عليها بتاعة الغضب وبتاعة الرفض انا ممكن ارفض اصلا اكمل كلامي مع الشخص واسيبه وامشي لما بوصلنا للمرحلة دي لان انا ما تعلمتش ازاي اتعامل مع الضغوط وما تعلمتش ازاي اتعامل مع النقد مع الانتقاد لما يبقى بشكل سلبي فانا هنفعل وهقضب بشكل جديد وممكن ارد بشكل عصبي هو بتبقى بداية لازلته وبداية احساسه انه عمل انجاز عشان كده من ضمن الحاجات اللي بنقولها لما يجا اتعامل مع الشخصية المنتقدة انه ما تردش لانه الرد هو كده بيجرجرك لملعبه زي ما بيقوله انا بقى اتكلم بمنتهى البسطة عشان دي حاجة بتحصل في حياتنا كلنا فخلينا نبسطها علشان نقدر نوصل ايه اللي ممكن نعمله فكرة بقى ان انا ما ردش بمعنى انه بلاش اجادل وبلاش اعود ابرر وبلاش اوضح نفسي ليه؟ لانه الامر مش شخصي يعني نمرة واحد احطه في بالي انه الامر مش شخصي الشخص ده مش بيعنيني انا بس او قصدني انا بالذات لا الشخص ده بيعمل كده معي ومع غيري واحيانا مع نفسه اه مع نفسه فعلا ممكن الشخص الانتقادي ده يبقى طول الوقت كمان بينتقد نفسه وبيجلد ذاته وبينتقد كل تصرفاته الشخصية عشان كده بنقول بساعات بيكون عنده مشاكل نفسية كبيرة طيب بلاش بقى ارد وجادل وادخل معاه في الطريق بتاعه ده اسكت اقول شكرا شكرا لرأيك دي من الحاجات اللي بتخليه خلاص يوقف كل كل الاسلحة العمال يوجهها لي وعمال يضربني بيها طيب في حاجة كمان مهمة لما كن برد على شخصية منتقدة او بستقبل انتقاد من شخصية منتقدة في حاجة اسمها لغة الجسد في الرد بمعنى انه انا لو قداني حد بينتقدني والقصة دي بتحصل كتير قدام الناس يعني الشخص المنتقد يتلزز في التعليق على تصرفاتك وكلامك قدام الناس لانه بيبقى فيها جزء محاولة لاثبات انه انا افضل محاولة لاثبات ان انا احسن منك يعني فيه ناس عشان تبقى كويسة لازم تثبت انه كل اللي حواليها تحت يعني انت في ستيب دي ستيب وان انا لو عايزة بقى في ستيب تو لازم اخلي الناس كلها تبان انها مش كويسة فبالتالي بقيت انا الاحسن فكرة الوين وين سيتيواشن او ان احنا الاتنين كويسين دي مش موجودة عند ناس كتير ودي اللي دايما نقول خلينا لفكرة القبول نتقبل الناس كلها بكل طواقفها بكل سمتها وصفاتها اللي بنتعامل من خلال الصفات دي معاها لانه كل حد يلزم الشخص التاني بمعنى انه ما ينفعش نعيش لوحدنا احنا لازم نتعامل مع كل انواع الناس لانه كلنا مفيدين لبعضنا نرجع تاني للجزء بتاع الشخصية الانتقادية دي ازاي ارد علي بشكل بلغة جسد يعني التعبيرات جسمي ازاي لما اكون برد على الشخصية الانتقادية دي ازاي من نظرة عيني اوصله فكرة ستوب وقف او ان انا مش مهتمة باللي انت بتقوله ناخدهم بالترتيب كده اولا لازم ابقى يعني رافع كتافي مدي له احساس ان انا منتبه ليك بصصلك راسي مرفوعة وشي متجه لي عيني بتبصله في عينيه مش لازم ابصله في عينيه نفسها لك ممكن ابوص في المنطقة اللي في النص بين العينين دي تدي له احساس ان انا مركز معاك وبصصلك كمان حركات ايدي لازم ما واجهش الشخص المنطقة ده وانا مكتف ايدي كده او انا بصص لتحت كل ده بيدي انطباع بان انا مستسلم او ان انا بخضع لللي انت بتقوله ده لا فاتح ايدي رافع كتافي راسي مرفوعة كل ده بيدي له احساس انه انا مش متقبل اللي انت بتعمله ده بالنسبة لحركات الجسم والبوستشر او وضعية جسمي وانا بكلم حد بينتقدني كمان تون الصوت لازم كلامي يبقى واضح ومحدد وزي ما بنقول بلاش اجادل يعني كلمتينه بس زي ما بنقول ارد الكلمة بس تقصد كذا كذا انت تقصد كذا انا كده هحرجه هخليه لا هيدطر يبرر هو بقى هو واخد الجزء الدفاعي من الموضوع حاجة كمان مهمة ان انا لازم امر النفسي وتعلم ان انا لما كون برد على الشخصية الانتقادية دي ملامح وشي بنقول عليها الماسك فيس او الوش اللي ما بيعبرش عن المشاعر الداخلية او زي ما بنقول السابات الانفعالي انفعالاتي ما تبقاش ظهرة للي قدامي انا من جامد داق وزعلان واحيانا غضبان جدا بس احاول امر النفسي ان وشي يبقى من غير ما يبينش انا جوايا ايه وده اعمله ازاي بان انا كاني بدي استرخاء لوشي اخد نفس عميق وبتدي ادي الانطباع انه لا مبتسم ولا زعلان ولا اي حاجة دا بالنسبة لانه ازاي ارد على الشخصية الانتقادية من خلال تفاعلات جسمي او وضعيات جسمي او تون صوتي كده خلصنا الجزء بتاع ازاي ارد بالشكل الجسماني طيب ارد ازاي بالكلمات او ايه اللي يبقى في ذهني وانا بتعامل مع النقد اللي بيقولهولي الشخص دا في حاجات مهمة او يا حطاف بالي علشان ما نفعلش علشان ما دخلش في الستيج او مرحلة الغضب الشديد او مرحلة الانسحاب مهمة او ان انا زي ما قلنا في مراحل لتقبل النقد لازم امر بيها عشان يبقى تقبلي للنقد بشكل ناضج وايجابي اول حاجة انه النقد دا كلام دا حد بيقول كلام اه مزعج اه بيضيقني بس في الاول وفي الاخر هو ما جابش سيف ولا جاب سكينة وضربني هو في الاخر شوية كلام دا نمرة واحد نمرة اتنين انه رأي الشخص دا لا يمثلني انا يعني وارد ان يكون فيه شيء من الصحة انا معاك لكن مش بالشرط ولا يعني مش شرط انه يبقى مية في المية صح وبالتالي الكلام دا بتاعه هو رأيه هو مش مش انا مش وصف لي انا فبالتالي دا ممكن يقلل شوية من شخصانة الامور يعني بلاش اشخصا الامر اخد الامر على انه انا بس كده لا احنا متفقين ان الشخصية الانتقدية دا دي وسيلة من الوسائل اللي بيستخدمها الشخص دا عشان يعبر عن مشاكله النفسية فمش معقول ابدا ان انا اخد رأيي عن نفسي من خلال حد عنده مشاكل دا يعني احنا بنقعد جلسات طويلة عريضة بنقعد وقت طويل مع العمل اللي بتوعنا علشان بس مجرد ان احنا نوصل لوصف لشخصيتهم او وصف المشكلاتهم فمش منطقي ابدا ان حد عابر عابر كده في حياتي او او حد اعتمد كليا وجزئان وحد مش متخصص وحد اصلا عنده مشاكل نفسية اخد رأيي عن نفسي او رؤيتي عن نفسي من خلاله طيب الحاجة الحاجة التالتة انه لو انا عندي ثقة بنفسي يعني ايه ثقة بنفسي يعني انا عارف مناطق قوتي ومناطق ضعفي مش هيهمني اللي هيتقال لان انا من الاصل محدد انا كويس في ايه ومش كويس في ايه ومحتاج اعدل في ايه ومحتاج اطور نفسي في اني منطقة يبقى انا بشتغل على نفسي دايما نقول قبلغ رد للشخصية الانتقادية ان انا اشتغل اشتغل على نفسي اكمل اللي بعمله افرد انا حاطة هدف معين وبحاول اسعيله وجايلي النقد من كل حتة او جايلي الانتقاد من كل حتة على الموضوع ده فطول ما انا ماشي خط مستقيم طول ما انا مهتم بهدفي مش مهتم بالانتقادات اللي عملة تتوجه لي خلاص مش هيعنيني حاجة لكن لو انا اصلا متردد ومش محدد هدفي مية في المية ومش عارف انا عايز ايه بالزبط اي حد هيقول لي ايه كلمة خلاص هنزل هفضل مكاني مش هتقدم خالص التعامل مع الشخصية الانتقادية صعب مش سهل خلينا نكون واضحين بس كل حاجة في حياتنا نعود نفسنا كده كل حاجة في حياتنا بالتدريب الاول بادراكها ان انا ادركت ان انا واقع تحت تأثير شخصية انتقادية ده ادراك ادراكي بالحالة دي ده في حد ذاته يعني مشينا مشور طويل او في طريق الحل انه انا عرفت المشكلة اللي عندي فين بالزبط نمر اتنين انه خلاص انا عرفت الشخصية دي النهاردة قلنا شوية مهارات للتعامل معيها يبقى ابتدي امرن نفسي على المهارات دي كل ما امرن نفسي كل ما اقدر اوصل لنتيجة كويسة اقدر عيش مبسوط اقدر اقدي رسالتي وافيد الناس واستفيد انا كمان في تحقيق اهدافي ساعدت بيكو جدا ومبسوط ان كنت معاكو النهاردة واشوفكم ان شاء الله في انواع اخرى من الشخصيات ومشاكل نفسية جديدة